مرحبا بكم اني قاتي مرحبا بكم فيديو جديد انا رجعت معكم ثاني بواحد لشربة دي الخضراء اللي كاتجي الصحية والديدة كنتم نتابعوا معي المراحل وطريقة دي التحضير وإلا كنت أول مرة كتشاهدوا القانة تشتركوا في القانة ديالي كيف المكيبه لكم هنا يا غادي نحتاجوا واحدة طنجرة غادي نوضع فيها واحدة الكيمية ديالها زيت زيتون واحدة الكيمية ديالها زيت النباتي من بعد غدي نوضعو عليها واحدة شوية ديالها البصلة واحدة شوية ديال الملحة غدي نقولуем ديكل البصلة مع الملحة والزيت حتى غدي ندمجوه مع بعضياتو مغادي تقلالينا شوية من بعد غنضيفو واحدة شوية ديالها صدر الدجاج واللي بالفيديو اللي بغيتو اللي غدي تكون كتعامو 11 رقاق غدي نقوقوك نقلي الدجاج ديالي مع ديكل البصلة غنقوك نحركوا المكوينة ديالنا غنضيف واحد جوجة فصوص ديولتهم اللي غادي يكونوا مقطعين رقاق غنزيد وجوجة حبات ديال الطماطم اللي غادي يكونوا منقين ومقطعين مربعات رقاق من بعد ما غادي تقلوا لنا شوية المكونات غادي نضيفوا باقي ديال الخوضر غنزيد وجوجة حبات ديال الخزو اللي غادي يكونوا محقوقين غنزيد واحدة الحبات ديال القرعة ولا واحد القرعة اللي غادي يكون كبيرة شوية اللي غادي يكون محقوقها ومن بعد كنحاولوا نقلوا هدوك الخوضر ديالنا مع بعضياتهم بالنسبة للتوابئ لغنضيف واحد شو ديال البابريكا ولا التحميرا هنزيد واحد شو ديال خرقوم واحدة كيمية ديال البزار وعدنا سكنجبير هنا عدنا واحدة كيمية ديال كامون من بعد موضعنا التوابئ لغادي نقلوا هدوك نقلوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم باش مما كتقلي وده كتجاج مع دوك المكونات كتعطيكم واحدة نكهالي لديده وبالنسبة لهد المكوين هو اختياري انا صراحة اضفطه لانه وكان طفر عندي الى ما كانش عندكم تقدروا استغنوا عليه او ممكن تبدلوها بضمة البنة ديال السامك من بعد موضعنا المكوينة ديالنا مزيان وغادي نحسوا بهم تقلوا غادي نضيفوا فيهم الكيمية ديال المال اللي غادي تطيب لنا هذا الخضر وغادي نغطو عليها على النار مهيلة من بعد مما طبط لنا الخضيرة ديالنا مع داك المال اللي وضعنا هنجد واحدة كمية ديال الشعرية انا هنختارت الشعرية رقيقة ممكن ايضا استبدلوها بشعرية ديال الرز ولا شعرية الصينية غادي نضيف واحد شوي ديال قصبور مع دنوس باش يعطونا ديك نكا ديال التراوة للشربة ديالنا وهكتا غادي نخلوه على النار مهيلة حتى غادي تطيب لنا مزيان وغادي اتعقد يعني دورنا الحريرة ديالنا بديك الشعرية اي اللي غادي اتعقد لنا اه شربة ديالنا ومن بعد غادي نضيفوا واحد الكيمية ديال مضيشات لحق غادي نخلوه الحريرة ديال نحته غادي اتطيب وغادي اتعقد ومن بعد غادي ارجعوه باش نشوفوا الشكل ديالها وهذا هو الشكل النهائي ديال الشربة ديالنا كنتمنى تكون راقتكم محجبتكم كتجي واحد الشربة اللي صحية ولديدة وممكن تسبدلو الشعرية العادية بشعرية الصينية تا هي كتجي لديدة كنتمنى الفكرة ديال اليوما تكون راقتكم وعجبتكم وتجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم وكنتمنى تتابعوا بزاف ديال الفيديوهات في القناة ديالي ممكن تستفدوا منهم وصلت معكم نهاية الفيديوهات نتمنى لقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبلة ووصفات مقبلة انتظروا دائما الجديد ديالي واسلام في الصفة وخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة